وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تعملوها على زيدة الانتاج من المواد البترولية وأوضح أن الحكومة أقرت حزمة من الحوافز لشركة البترول لزيدة معدلات الانتاج لاستعادة المستويات التي كانت موجودة قبل الأزمة الاقتصادية ترككم تباعته السيد وزير البترول عمل اجتماع مهم جدا هذا الأسبوع مع كل الشركات اللي شغالة في مصر واتفق معهم على حزمة حوافز جديدة إضافية بتشجحهم على زيادة معدلات الانتاج من الحقول والأراضي المصرية اللي موجودة وهذه الحوافز هتبقى بتشجحهم على الإسراع بخطة الانتاج وأن هم يزودوا الانتاجية بتاعتهم وأن احنا نقدر إن شاء الله مع بداية عام 2025 نستعيد معدلات الانتاج اللي كانت موجودة قبل فترة وقبل الأزمة الاقتصادية اللي موجودة لأن ده من شأنه أنه يقللي فاتورة الاستراض على طول كلما الحقول بتاعته ترجع تزود الانتاجية وده نقطة مهمة جدا يعني يتقال إيه؟ بيتقال إن الأراضي أو الحقول المصرية واضح إنها إنتاجها نضب أو قال لأ هي المشكلة كلها إن عشان أضمن دايما استدامة معدلات الانتاج محتاج كل شوية أدخل استثمارات